مساء الفل ومساء الحب ومساء الوردة على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي وحشتوني اتأخرت عليكو شوية وارجعتلكو تاني لتقديم فقرات برنامج تميز وإبداع في الحقيقة أنا عودتوكو في بداية البرنامج إني هقدم مختلف المجالات ومختلف الشخصيات وحناقش معاكو بعض القضايا المهمة في المجتمع وحستعرض معاكو بعض الشخصيات النجحة المؤثرة في المجتمع المصري اللي بدأت من الصفر ولسا مكملين مسيرة نجحه معاي النهاردة في البرنامج فقرتين الفقرة الاولانية مختلفة عن الفقرة التانية الفقرة الاولانية هتكلم معاكو فيها يعني هتلاوى الموضوع شائق وموضوع مهم جدا جدا في المجتمع ألا وهو دور زيو الهمم أو زيو الاعاقة في المجتمع شريحة مهمة جدا موجودة من أهلنا داخل المجتمع من زيو الهمم ربنا اصطفاهم وكرمهم واختارهم أن يكون عندهم بعض الاعاقة أو بعض الاعاقات الناس دي لازم تتشال على الراس الناس دي لازم يكون كل ما كان في الدولة مجهز ليهم في الدول الأوروبية مفيش مول مفيش رصيف غير مخصص لزيو الاعاقة نسبة لبأسة بها أكتر من 17 مليون في المجتمع المصري بواقع 5% وتزيد ما يقرب عشان يعني نبقى برضو ايه ما نقولش بالتحديد النسبة ما يقرب من 5% بعض الفئات المهمشة في البلد هي زيو الاعاقة ولكن أنا مش بتكلم من باب العطف أنا بتكلم النهاردة في موضوعي من باب الحقوق الناس دي لها حقوق الناس دي لها حقوق ولها واجبات ولو احنا كلنا تكتفنا في حقوق الناس دي يعني احنا هنظهر إبداعتهم وحنظهر قدراتهم وحنحول طاقتهم لطاقة إيجابية داخل المجتمع الناس دي ما عندهاش المساحات ان هي تقدر تمتلك مساحات من الدولة ما عندهاش الفلوس اللي تقدر تطلع بيها في الإعلام طب الناس دي ايه الناس دي بتصرخ من خلال صفحتها على الفيسبوك ان هي عايزة حقوقها تصدر القوانين ولكن تتأخر اللقاحة التنفيذية كلام كتب على ورق لا يساوي ثمن الحبر الذي يكتب عليه النهاردة هتناقش معاكم وحفتح ملف زو الإعاقة داخل المجتمع المصري ويسعدني ويشرفني طبعا ان يكون معايا يعني نتناول هذا الموضوع لأستاذ ياسر ليمون مدير إدارة بالجمارك المصرية واحد المهتمين بدور زو الإعاقة في المجتمع المصري اسمحوا لي في البداية عزيزي المشاهدين أرحب بديفي أستاذ ياسر بشكرك وبرحب بيك النهاردة معايا أهلا بيكي وأنا سعيد أن القناة بتتناول هذا الموضوع لأن إذا كان العدد زي ما حضرتك بتولي كده 17 مليون فأكيد الموضوع ده بيمس كل بيت مصري تمام خلينا اتكلم مع حضرتك دور زو الهمم من وجهة نظرك في المجتمع المصري كان الفكر السائد زمان أن زو الهمم هم عالة على المجتمع أو أن هم محتاجين مثلا إعانة لكن في الواقع لما نيجي لدور زو الهمم هو دور فعال حينما يتحولوا إلى طاقة إيجابية وحينما أن يتم دمجهم داخل المجتمع هيتحول كل شخص فيهم من أنه هو عايز حد يساعده بالعكس هو اللي هيساعد الدولة وهو اللي هيعطي وإحنا عندنا أمثلة في كافة المجالات رياضيا وثقافيا وعلميا كل مجال هنلاقي فيه حد من زو الهمم نهض بالدولة وفي منهم حقق بطولات وحقق أرقام قياسية محققهاش أمثالهم من الأسوية دور الإعلام أنه هو يقدم للمعاقين الضمير والرسالة والرؤية اسمح لي أستاذ ياسر أسألك وقولك أنت من خلال برنامج يتميز وإبداع إيه الكلمة اللي حابب توجها للإعلام أن يقولكو الدوق عليها في النقاط الأساسية الخاصة بزو الإعاقة أهم نقطة الإعلام مفروض يهتم بيها أن القصة زو الإعاقة في مصر ليس قوانين وكلام بيكتب زو الإعاقة في مصر محتاجين من الإعلام أن يعمل على تغيير ثقافة المجتمع وأن ثقافة المجتمع اتجاه هذه الشريحة أن هذه الشريحة لها حقوق يجب أن يعمل الجميع على إعطاءهم لها وأن الفكرة كلها زي ما حضرتك قلت في الأول مش قصة عطف دي قصة أن كل واحد يبقى عنده سلوكيات أن ده حق للناس ولازم يأخذ حقهم طيب أتنقل مع حضرتك لنقطة تانية وأسألك إيه أهم الصعوبات اللي بيواجهها زو الإعاقة زو الإعاقة بيواجه صعوبات كتير جدا نتيجة طبعا تراكمات سنين وأجيال في ظل عدم وجود كان قانون ليهم قبل كده أهم هذه الصعوبات طبعا تقريبا كده أنه ما فيش مكان مجهز في أي حاجة حضرتك لو فرضنا واحد بكرسي عايز يركب أطر أو يركب بص لو فرضنا أنه واحد مكفوف عايز استعمل مكنة ATM أو البنك حساب البنك بتاعه فأصبح أنه تقريبا كده الصعوبات لزاوي اللي احتياجات الخاصة موجودة في كل مكان ده بالإضافة زي ما بيقول لحضرتك في صعوبات التعامل مع البشر هناك من البشر لا يدرق قيبة زاوي الهمم تصل بيهم درقة عدم الإدراك أنه بعنده فكرة كده أنه لا يقعد في بيته وما ينزلش من بيته وده طبعا هنا بقى يعتبر عبقى على الدولة بالزبط كده يعني أنا بشوف في الدول الأوروبية ما فيش مول ما فيهوش تويلتس مخصص لزو الإعاقة ما فيش حتى الأرصفة مخصصة جزء منها لزو الإعاقة بتوجه إيه للدولة عشان تكون حريصة على أن الشريحة دي ما تبقاش مهمشة بتطالبها بإيه الدولة مشكورة والستادة الرئيس بنفسه وجه بإصدار القانون والقانون فعلا صدر في 2018 لكن رغم أن القانون صدر في 2018 ما زلنا إلى اليوم هذا القانون لم يطبق منه إلا أجزاء بسيطة جدا فيعني نطالب الدولة بإسمي وبإسمي زاو الهمم أن يجب الإصراع بتنفيذ كل جانب هذا القانون لأن القانون هو الحقيقة كقانون على الورق هو شامل حقوق مميزة جدا لم يسبق إعطاءها لزاو الهمم ولكن المشكلة إزاي هذا القانون يوصل للناس ويبقى على الأرض الواقع ما يبقاش في مجرد ورق أو يبقى في مجرد كتاب ده مع توجيه المجتمع المدني وشرايح الإعلام وغير الإعلام ببس ثقافة مجتمعية بدور هذه الفئة ودمجهم دمج فعلي في المجتمع مش دمج على الورق لأن الدمج على الورق موجود لكن الفعلا مش موجود في الواقع الحقيقة طيب من وجهة نظر حضرتك كيف يتم هذا الدمج؟ أولا يتم هذا الدمج باستكمال تطبيق القانون باللايحة بتاعته لأن لما تكمل تنفيذ القانون باللايحة بتاعته هيصبح أن أنا ليه حق لما أروح لجهة ولاقي أني بتتعامل معايا بدون دم هاخد حق بالقانون لكن إحنا ما زلنا في مراحل تنفيذ القانون ودي بتمثل برضو صعوبة أني محدش بيقدر يطالب بحقه بالإضافة برضو هارجع تاني وأأكد وبكرر ثقافة المجتمع أني الناس دي بتطالب بحقها مش من باب العطف ومش من باب من باب الحقوق هو حق مش رفاهية لزاوي الإعاقة ده حق عشان أقدر أسويه بقرينه فيقدر يديني زيه بمعنى أني مثلا لما يكون واحد زاوي إعاقة مكان شغله في دور عالي يجب أن يتوفر له مصعد وهذا المصعد يكون مجهز أن يخش فيه كرسي بالزبط إنما هنا لما ما يحصلش معرقلات بقى لما ما يحصلش ده يبقى أنت ما عملتش مساواة بين الفردين بين السوي وبين السليم فمعنى كده أني زاوي الإعاقة بيطالب بمساواته لكن مساواته بالإتاحة بما يستطيع به أن يؤدي دوره الإعاقة ليست إعاقة جسدية فقط ولكن الإعاقة قد تكون مجتمعية ونحن من دورنا هذا في مجال الإعلام يعني نستطيع أن نزيل كل هذه المسببات أستاذ ياسر يعني من وجهة نظر حضرتك الإبداع والتميز وهذا عنوان برنامجي الإبداع والتميز يقتصر على الإنسان السوي ولا ممكن الإنسان اللي عنده أو من زاوي الهمم يكون أفضل من إنسان سوي رأيك إيه في الكلام؟ والله هو اللي يرد علينا بشكل عملي كده لما نراجع الإحصائيات والجوائز والأرقام القياسية اللي حققها زاوي الهمم في مجالات كتير ومنها المجال الرياضي وأنا مش عايز أذكر حد بالإسم عشان ما نساش حد والناس تزعل لكن هنلاقي أنه فيه من زاوي الهمم وزاوي الإعاقات أمثلة كتير حقق بطولات لم يستطيع أمثلهم من الأسواء أني حققها صحيح معي بعض الصور الخاصة بالأستاذ ياسر وتكريمه ببعض المنتديات وبعض المؤتمرات يريد نشوفها على الشاشة وأستاذ ياسر تكلمنا عنها على ما الصور تجهز عايزة رأي حضرتك بقى بالنسبة لبعض المبدعين اللي موجودين من زاوي الهمم الناس دي بتطلع وبتتكرم وبتحصل على مدليات ومراكز وكل حاجة هل دا كافي؟ هو دا مش كافي لأن يعني ما تسيبوش لما يوصل وبعدين تكرموه ساعده عشان يوصل هو القصة أني دا عشان يوصل الموضوع ما بقاش بسهولة زلل العقبات هتلاقي أضعاف أضعاف الناس اللي بتتكرم اعمل مساواة بأن انت تدي زاوي الهمم مساحة أكبر من الإتاحة وتعمل لهم إتاحة هتلاقي أضعاف أضعاف من اللي انت بتكرمهم دلوقتي لكن لما توصل لما تستنى لما هو يوصل بجهده شخصي لهذه المرحلة هيفينه بالتكريم هيعمل بيه هو آه هو لمسة كويسة طبعا وجميلة جدا بس تبقى أجمل لو بدأت معه من الصغر أكيد هيبقى الضور أكبر يعني أنا بتواصل معي مش مجرد أن أنا بتطلعه معي في موسابقة أو في منتدى وبكرمه الموضوع أكبر وأشمل من كده طيب في جامعية أو في حاجة بتتبنى المبدعين من زيو الإعاقة هو الجمعيات كتير قوي لكن برضو إيه رأيي حضرتك في دور الجمعيات الجمعيات دي بتعمل بشكل فردي بمعنى أنه مفيش جهة مؤسسية بتحتضن الناس دي من الصغر وبتبتدي تتعامل معهم من الصغر تتبنىها أه معظم الجمعيات دي بتبقى جمعيات خيرية جمعيات أهلية هي تحت نظر الدولة طبعا من باب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي لكن محتاجين مزيد من الرعاية بصفة خاصة من الدولة ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالناشد من خلال برنامج تميز وإبداع وزارة التضامن الاجتماعي يعني بتكسيف جهدها تجاه زوي الهمم عايز أتكلم مع حضرتك إحنا إيه اللي محتاجين نعمله يكون قوي وفعال في كل محافظة يعني أنا من رأيي مثلا الشخص المتواضع إحنا لو عملنا جمعية في كل محافظة الجمعية دي تكون جهدها مكسفة تجاه زوي الهمم إحنا لو عملنا ده وطبقناه في كل محافظة طبعا هيكون تحت مظلة السيد الرئيس ووزارة التضامن طبعا هتكون راعي للجمعيات دي إن هي تتبنى زوي الهمم منذ الصغر يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك من خلال برنامج إن إحنا يعني إن شاء الله بإذن الله يكون صوتنا مسموع إن يكون في جمعية فعلية في كل محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية وتكون مظلة السيد الرئيس ووزارة التضامن الاجتماعي ويكون في تبني لمثل هذه الشريحة المهمشة في المجتمع اسمحي لي ولا يقتصر دورها على الإعانات يعني الناس دي مش دور الجمعية إن يدي مثلا إعانة مادية أو يساعد إحنا عايزين إعانة نفسية إعانة معنوية عايزين دعم لفتح مجالات للعضاء لإن إذا كان الدولة فضلت في عصور ماضية كتير قوي تبص الزوي الهمم على إنه يكفيه إن ياخد منحة من الحكومة أياً ما كان بقى شكل منحة دي لكن لا مش هي القصة في كده القصة إن أنا ممكن أكون منتج أكتر من أي حد فأنت أنا عايز من حتك لي أن أنت تفتح لي مجالات العطاء تمكنني وهو ده التمكين اللي تبيدور عليك تمام طيب الصور معانا جهزت على الشاشة هنشوفها مع بعض أستاذ ياسر تكلمني على الصور الموجودة دي الشهادة حتك حاصل عليها يريد بس نقرب الصورة شوي دي الشهادة دي كانت من ضمن الحاجات برضو TOT المضحكة ليه بقى مضحكة؟ أني زاوي إعاقة وعايزي بقى مدرب مدرس دي TOT دي عندنا من المعهد القومي للتدريب الجمركي في الجمارك وده اللي بيحصل عليها بابا من حقه أن يدرس أو طبعاً يبقى تريم لزملائه الشباب في المجالات العاملة الجمركي تمام كان في استغراب جداً أن أنا طالب أخذ الدورة دي هتأخذها أنت هتقدر توقف والدرس للناس أنا عشان أدي رسالة مش لازم أكون واقف بالضبط يعني لا تقتصر أداء رسالتي أني أكون واقف وبيديك الرسالة بتاعتك تمام 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 نكمل بقية عرض الصور دي ورشة عمل والحقيقة عندنا معالي وزير المالية مهتم جداً بزاوي الإعاقة وعامل الوحدة تابع الوزارة نفسها تابع مكتبه شخصياً لدراسة مشاكل زاوي الهمم وتيسير أمورهم وحل كل مشاكلهم وبفضل الله طبعاً ما بيكون في حاجة زي كده بيكون مشارك فيها وبنضع نقط كتير جداً لحل مشاكل زاوي الهمم داخل وزارة المالية حلوة جداً البحث للنقاط وأنها تكون ممثل للشريحة دي وأنها تشارك في النقاط الهمة والتي بتسعى لتطبيقها فعلياً داخل الدولة نكمل مع بعض في عناير 2019 دي كانت دور التحكيم دولي لأن الإنسان دايماً لا يجب أن يقف عند حد معين في التدريب وفي التعليم دي دورة تحكيم دولي خدتها في العلاقات الدبلوماسية والقنصرية ودي كان الغرض منها كيفية التعامل وكيفية الاحتكاج بالمجتمع ودي الحقيقة حاجة كانت بعيدة عن زاوي الهمم دا جميلة جداً وبعيدة عن الشغل لأن الواحد برضو لما يجي يعمل في مجال لازم يبقى عنده فكرة بكل الوسائل الأخرى ما يبقاش بس فكرة منصب في هذا المجال لو إلا هنبقى احنا بنتقوقع أو هيبقى زاوي الهمم بنتقوقع داخل مشكلته بالضبط يعني خلينا أقول لما حضرتك من زو الهمم وبتناقش زو الهمم وبتثقفهم أنا أعتقد أن القبول هيكون أفضل وأكبر يعني دا هيكون سرعة الاستجابة فيها هتكون كبيرة جداً طيب كلمني عن الصورة دي دي برضو كانت ورشة عمل تبع وزارة المالية وكان برضو الغرض منها وضع آلية كان وقتها لتطبيق قانون عشرة لسنة 2018 في بداية نزوله وإيه المشاكل اللي بتواجهها زاوي الهمم على مستوى وزارة المالية بصفة عامة والحمد لله نجحنا أن نحن حطينا بعض الأليات طبعاً بقيادة معالي الوزير هو اللي بيحض دايماً وبيخلي دايماً نفسه معنا في القصص دي صورة تانية دا معتمر شعبي ما كانش الغرض منه برضو زاوي الهمم خالص وإن كانوا طبعاً ممثلين فيه بقدر كبير دي كانت حاجة متعلقة بالتعديلات الدستورية وزاوي الهمم طبعاً كنت بأشرف أن يكون أحد ممثلينهم في هذا الإطار لأنه زي ما بقول لحضرتك يجب أن لا يغلق زاوي الهمم على قضيتهم دون أن يبحثوا فيه بائقي قضاء المجتمع لأن في النهاية هم جزء من نسيج المجتمع ككل فيجب أن يكون دورهم مش بس في قضايا زاوي الهمم ولكن في كل أرقان المجتمع المصري تمام ناخد كده الصور سريعاً تمام دي برضو كل ده حضور لحضرتك دورات تدريبية دي دورات تدريبية تمام وعلى فكرة ده جزء من كل جزء من بعض المؤتمرات لحضرتك دي بعض المؤتمرات وبعض الشهادات تدريب أتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق وأرجع وأقول إذا تكاتفت جهدنا فمن الممكن أن نحول الإعاقة إلى طاقة والإصابة إلى صلبة بشكرك أستاذ ياسر ليمون على حضورك النهاردة في فقرة برنامج تميز وإبداع ممثلاً لزيو الهمم داخل المجتمع المصري أتمنى أن تكون الفقرة عجبتك ونالت إعجابك وتكون كانت فقرة مسمرة انتظروني هنرجع للفقرة اللي بعدها فقرة مختلفة خالص عن فقرة دي استنموا ترجمة نانسي قنقر